اذكرت كده وتفضلت ان احنا موجودين داخل حرم جامعة سهاج الملحق بيها طبعا مستشفى الجامعة ومعانا رئيس الجامعة الدكتور احمد عزيز يطلعنا على اخر المستجدات وعلى احوال المصابين مين خرج ومين محتمل يخرج قريب ان شاء الله اهلا ورحمة حرائك وصباح الخير على صباح الخير على حدك وعلى كل السادة المشاهدين جميعا ممكن حرائك تعرفنا في بداية الحدث احنا بنتكلم في تقريبا كان مصاب يعني وصل لمستشفى الجامعة هنا وحالاتهم كانت ايه دو ايه طبعا يعني وصلنا للعدل الحالات اللي وصلت لمستشفى السواج الجامعي 42 حالة طبعا وصلت في ده من الساعة 2 تقريبا بعد الظهر لحد الساعة 10 بالليل يعني في حالات طبعا كانت بتنقل من المستشفىات او بتحول من المستشفىات وزارة الصحة للمستشفى الجامعة كل حالات اللي وصلتنا من الحادث 42 حالة الحمد لله يعني معظم الحالات كانت حالات عبارة عن تكسير في اجزاء مختلفة في الجسم وخاصة في الساقين او في الزراعين حالات ببقى تبقى ممكن تكونش حالات خاصة بتهتك في البطن او نزيف داخلي بعض الحاجات طبعا بتبقى جروح ورضوخ مختلفة اماكن مختلفة من الجسم الاغلبية الاغزمة حينها 8% من الحالات كانت حالات كسور الحمد لله دينا نتعامل مع حالات كلها اللي جاتنا للمستشفى على مدار الـ 48 ساعة اللي فاتت دي خرج من المستشفى 22 حالة من الحالات في 10 حالات طلعوا بعد التاني يوم مباشرة يعني من باية 13 حالات تانيين فعنا كده متوسط او عدد الحالات اللي موجود داخل المستشفى في اللحظة دي باية عندنا عشرين حالة كلهم الحقيقة كانت عبارة عن عمليات كسور والكسور بتحتاج الى زي ما حدك بدي بقى الكسور مضاعفة يعني باكتر من كسر واكتر من مكان فعنا بنعمل جزء من الكسور وبعد كده بالمريض بننتظر شوية وبعد كده من باية الكسور دكتور يعني احد الحاجات اللي كنت لحظتها وانا بداخل المستشفى ان كان في بعض الناس من الصدمة مش فاكرة هي ساكنة فين مكان اهلها هل تعرضنا لأي حالة من الحالات دي يعني انا شفت في المستشفى طهطة شاب مش فاق هو عارف ان هو من قسيوت لكن مش فاكر باية الاحداث لغاية ما الناس قدرت تساعدوا ان هو يوصل لأهلو هل عندنا حالات مشابهة؟ لدينا كان فيه اربع حالات بالشكل ده لهم كانوا ندخلين في غيبوبة اه وفيه حالتين ما كانتش فاكرة يعني هم تاني حالات الغيبوبة الاربع اه انما يعني مع الوقت ودخلنا معناها مركزة وابتدى بعد كده الوعي يرجع مرة تانية وقدرنا نعرف اهليهم ونعرف اه بيناتهم الشخصية وتوصلنا مع اهليهم هنا بيت الحالات الحمد لله كانت يعني لسه مركزة في وعيها اه دينا نتعرف عليهم بسهولة بدنا نعمل احصائيات عنهم وقدرنا نتواصل معنا اهلهم اللي هما طبعا الناس كتيرة جات للاحظة الحادثة مباشرة تانية يعني احنا دلوقتي كل الناس جاهزين طيب اه متشكل لحظتك جدا اه يعني وحرك شرفتنا وصبع الخير على سابق صبع الخير عايزة شكرا اه نرجع للستوديو مرة تانية زميلي هشام انا بشكرك جدا يا محمد طبعا على وجودك الاحوال يمكن اه اتفضل يا محمد يعني يمكن الحمد لله اهدى كتير في سهاج عن اليومين اللي فاتوا معظم الناس بدأ الهدوء والسكينة يرجع للمدينة الهادية دائما يعني محافظة سهاج من الاماكن الهادية الناس خلاص حالتها احسن انا شفت بصراحة مواقف شهامة من المصريين هنا لا تنسى الموضوع ما كانش مقتصر بس على نقل الدم انا شفت في مستشفىات كتير ناس متعرفش اللي هم قاعدين معاهم لكن قاعدين معاهم لغاية ما يخفوا وكمان ينقلوهم لغاية بيوتهم انا شفت بصراحة حاجات مشرفة نمازج مشرفة للمصريين انا بشكرك يا محمد شكرا جزيلا طبعا على وجودك